تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 527 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 577 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 64 طن أما في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض فقد تم ضبط أكثر من 471 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 41 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 922 قضية من بينها 240 قضية خبز ناقص الوزن و266 قضية خبز غير مطابق للمواصفات